هذه هي الحلقة الثانية والثلاثون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة رسالة من العراق أيضا فيها ثلاثة أسئلة السؤال الأول لماذا أقرأ الأسئلة كما هي مثل ما وردتني لماذا أمير المؤمنين عليه السلام لم يقتل عبد الرحمن ابن ملجم هناك قراءة ملجم وقراءة ملجم ألا لعنة الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام لم يقتل عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله لعلمه بأنه سيقتله بسبب لا يمكن القصاص قبل الجناية وأما الخضر عليه السلام فقد قتل الغلام الذي سيصبح فيما بعد كافرا سأختصر الإجابة بقدر ما أستطيع السؤال السؤال يسأل عن أن أمير المؤمنين لم يقتل عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ملجم ما أنه كان عالما من أنه سيبادر إلى قتله إلى قتل سيد الأوصير لماذا لم يقتل أمير المؤمنين ابن ملجم لعنة الله عليه هل لهذا السبب لا يمكن القصاص قبل الجناية إذن لماذا الخضر قتل الغلام قبل أن يكبر ويكون كافرا إنها حكاية موسى والخضر في سورة الكهف الخضر لم يكن حاكما يحكم بين الناس كما كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وقت هذه الحادثة التي يدور حولها السؤال الخضر الخضر كان في مؤمورية خاصة ولا يمكن أن نقايس بين أمير المؤمنين والخضر لأن الخضر من شيعته ومر هذا الكلام علينا في الحلقات الماضية فلا يمكن أن نقايس بين الإمام والمأموم الخضر مأموم بإمام هو أمير المؤمنين لا يمكن المقايسة بأي وجه من الوجوه لكن حكاية الخضر كانت مأمورية خاصة في الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة من سورة الكه حينما شرح الخضر لموسى تفاصيل الوقائع التي لم يستطع موسى أن يصبر عليها إلى أن قال له وما فعلته عن أمري أنا مأمور عندي مأمورية وما فعلته عن أمري كل هذا الذي رأيته يا موسى كان مأمورية خاصة بالنسبة لي وما فعلته عن أمري إنه يتحدث عن السفينة السفينة التي خرقها عن الغلام الذي قتله عن الجدار الذي أقامه حكاية موسى والخضر بكل تفاصيلها مثل ما جاءت في سورة الكهف فالخضر هكذا قال لموسى وما فعلته عن أمري كل الذي تقدم كان مأمورية كنت مأمورا من أين يتلقى الخضر أوامره إنه يتلقى أوامره من محمد وآل محمد من العالين من العالين الذين أشارت إليهم سورة صاد إنهم العالون سبحانه وتعالى هكذا قال لإبليس أستكبرت يا إبليس حينما رفضت السجود لآدم أستكبرت أم كنت من العالين من العالين الذين لا يسجدون إلا لله وكل السجود في الكائنات مرده إليهم وما فعلته عن أمري الخضر كان في مأمورية والسؤال ليس عن الخضر وإنما جاء السائل بحكاية الخضر مثالا السؤال لماذا لم يقتل أمير المؤمنين ابن ملجم هناك أكثر من جهة الجهة الأولى الأمور تجري بأسبابها وهذا هو برنامج إمامنا الصادق بيّن لنا هذه الحقيقة أبالله إلا أن تجري الأمور بأسبابها هناك أسباب تكوينية وهناك أسباب تشريعية وما أشار إليه السائل لا يمكن القصاص قبل الجناية هذا يأتي ضمن هذا السياق ضمن سياق الأسباب أبالله إلا أن تجري الأمور بأسبابها محمد وأهل محمد هم الذين ينفذون برنامج الله وهم الذين يطبقون سنن الله على مستوى التكوين وعلى مستوى التشريع فهذه أسباب تجري في جهة التكوين وتجري في جهة التشريع هذه جهة من الجهات مع ملاحظة أن محمداً وآل محمد ولايتهم أعلى من كل هذا الكلام وذل كل شيء لكم لكن الجهة هذه مأخوذة بنظر الاعتبار الجهة الثانية بحسب الواقع الدنيوي للأحداث والمجريات فإن أمير المؤمنين حاكم هو الذي يدير أمور الناس والحاكم الحقيقي أب للناس الحاكم الحقيقي الحاكم المنصب من قبل الله سبحانه وتعالى لا أتحدث عن أي حاكم يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة الحاكم أب أبوة الحاكم تقتضي أن يتصرف مع الجميع بمستوى واحد فما دام أن ابن ملجم هذا لم يفعل شيئا فإن أبوة الحاكم تكون راعية له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان كان يتعامل مع مجتمع فيه اتجاهات مختلفة كثيرة مجتمع الكوفة فيه النصارى وفيه الخوارج وفيه أتباع السقيفة بني ساعدة وهم كثيرون وفيه المجموعة السبائية الضالة التي ظهرت في تلك الأيام وفيه أناس من مختلف البلدان الذين جاءوا بعد أن فتحت بلدانهم فضلا عن السكان الأصليين في تلك المناطق إضافة إلى شيعة أمير المؤمنين وهناك من هو دهري من هو طبيعي من هو ملحد ابن الكواء مثلا ابن الكواء لم يكن متمسكا بدين من الأديان هل هو خارجي هل هو ملحد طبيعي هل هو ناصبي من نواصب سقيفة بني ساعدة إنه من أعداء أمير المؤمنين ولذا مرة يتحدث بلسان الملحدين وأخرى بلسان الخوارج وأخرى بلسان نواصب سقيفة بني ساعدة وأخرى وأخرى أمير المؤمنين كان يتعامل بهذا المنطق بمنطق أبوة الحاكم وإلا فإننا إذا أردنا أن نطبق الأحكام الواقعية العادلة فإن ابن ملجم يستحق القتل لكني لكني لا أريد أن أناقش المسألة من جميع جهاتها إنما سأجيب بحدود سؤال السائل الجهة الثالثة أمير المؤمنين أراد أن يضع برنامجاً ستأخذه الأجيال القادمة بنظر الاعتبار على سبيل المثال أقرأ عليكم ما جاء في علل الشرائع للصدوق في الجزء الأول في الباب الثالث والعشرين بعد المئة في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئة إنه الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن عبد الله بن سليمان قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن الناس يروون أن علي قتل أهل البصرة وترك أمواله في واقعة الجمل إنهم جنود عائشة إن الناس يروون أن علي قتل أهل البصرة وترك أمواله فقال إن دار الشرك يحل ما فيها ودار الإسلام لا يحل ما فيها هذا الكلام نقل وداره مالا لا يحل ما فيها هكذا نقلوا عن أمير المؤمنين الكلام ليس دقيقا القوم الذين قاتلوا أمهر المؤمنين في البصرة كانوا يستحقون القتل منذ بداية تشكيل خلافة أبي باكر لأن أمير المؤمنين لو كان قد وجد أنصارا لقتلهم وقاتلهم وتلك هي وصية رسول الله لأمير المؤمنين حينما قال له من أن القوم سينفذون مؤامرتهم إذا وجدت أنصارا فقاتلهم فإن لم تجد أنصارا فاصبر فهؤلاء يستحقون القتل منذ تلك اللحظة بحسب الواقع فقال إن عليا إنما من عليهم تركهم ولم يحاسبهم وترك أموالهم بأيديهم إنما من عليهم كما من رسول الله على أهل مكة إنهم قوم طلقاء هؤلاء طلقاء علي فعائشة من الطلقاء وجند عائشة من الطلقاء هؤلاء طلقاء علي مثلما هناك طلقاء مكة حينما فتح النبي الأعظم مكة وأطلقهم إن إن علي إنما من عليهم كما من رسول الله على أهل مكة وإنما ترك علي أموالهم لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة وأن دولة الباطل ستظهر عليهم فأراد أن يقتدى به في شيعته وقد رأيتم آثار ذلك هو ذا يسار في الناس بسيرة علي الأمويون حينما يقتلون الناس في بلاد المسلمين وكذلك العباسيون ما كانوا ينهبون أموالهم هناك حالات نهبت فيها الأموال قطعا ولكن بنحو عام فأراد أن يقتدى به في شيعته وقد رأيتم آثار ذلك هو ذا يسار في الناس بسيرة علي ولو قتل علي أهل البصرة جميعا وأخذ أموالهم لكان ذلك له حلالا لأنهم يستحقون هذا الأمر لكنه من عليهم ليمن على شيعته من بعده لكنه من عليهم ليمن على شيعته من بعده السيرة التي سار بها أمير المؤمنين أيام خلافته أراد منها أمرين الأمر الأول كي يكون ميزانا للمقارنة فتقارن سيرة الحكام من بعده بسيرته لمعرفة حقها من باطلها كي لا تشتبه الأمور ومن جهة أخرى إنه أراد أن يثبت أعرافا في الحكم ستكون هذه الأعراف نافعة لشيعته من بعده وقد تحقق من هذا شيء كثير فما يرتبط بقضية عبد الرحمن ابن ملجم هو في هذا السياق وإلا فهو يستحق القتل منذ أنصار خارجيا الخوارج يستحقون القتل جميعا بحكم الدين منذ أن كان خارجيا حتى لم يكن قد خطط لقتل أمير المؤمن الحكم الواقعي لكلاب النار هؤلاء القتل الحكم الشرعي هذا ما هو باختراح من عندي أتحدث عن الأحكام الدينية الموجودة في كتاب الله ودين العترة الطاهرة لكن أمير المؤمنين لم يتعامل معهم بهذه الطريقة إلا حين شهروا السلاح بوجهه وقاتلوا بعد ذلك تركهم مع أنهم يستحقون القتل وعبد الرحمن ابن ملجم يستحق القتل حتى لو لم يكن قد خطط لقتل أمير المؤمنين فهو خارجي من الخوارج لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرين نذهب إلى فاصل عن عبد الرحمن ابن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت في ذاك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقد طال فقال يا مهزم كذب الوقات وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون عن محمد ابن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقتا السؤال الثاني في الرسالة نفسها لماذا جاء في بعض الروايات الشريفة حرمة التصريح باسم الإمام المهدي في زمان الغيبة وأورد وأورد رواية من الروايات وفي آخر السؤال وفي زيارة آل ياسين فهو مصرح باسمه صرحت زيارة آل ياسين باسم إمام زماننا في دعائها في دعاء الزيارة هناك زيارات أدعية روايات هناك نصوص وردتنا عنهم صرحت باسم إمام زماننا هذا شيء ورد عنهم ونحن نسلم لأمرهم حينما يأمروننا بأن نذكر إمام زماننا بألقابه بأوصافه وأن نمتنع عن ذكر اسمه الصريح نلتزم بهذا نحن عبيد مسلمون لأوامر سادتنا وحينما تأتي النصوص من عندهم من الزيارات من الأدعية من الصلوات من الروايات تصرح باسمه إننا حينما نقرأ تلك النصوص نقرأ اسمه بصراحة مثل ما جاء مذكورا في الزيارة في الدعاء في الرواية لكننا إذا تحدثنا بحديث من عند أنفسنا فإن أوامرهم صريحة بمنعنا أن نذكر اسمه الشريف بنحو صريح ولذا فإننا حينما نذكره نقول قائم آل محمد بقية الله الأعظم صاحب الأمر والزمان الحجة بن الحسن العسكري إلى غير ذلك من الألقاب والأوصاف الإسم الصريح لا نذكره لا شأن لي بما يقول المراجع الطوسيون فقد اختلفت أقوالهم في هذه المسألة ولا شأن لي بما يقولون هذا هو الكاف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثانية والسبعين بعد الثلاثمئة باب في النهي عن الإسم الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن داود بن القاسم الجعفري قال سمعت أبا الحسن العسكري إنه إمامنا الهادي صلوات الله عليه يقول الخلف من بعد الحسن إنه إمامنا الحسن العسكري فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف الخلف من بعد من بعد الإمام الهادي الحسن الحسن العسكري فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف فقلت ولما جعلني الله في ذاك قال إنكم لا ترون شخصه لأنه سيغيب إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه فقلت فكيف نذكره فقال قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقال قولوا الحجة من آل محمد أن نذكره بالأوصاف بالألقاب بالأسماء الأخرى الحديث الثالث من الباب نفسه بسنده بسند الكليني عن الريان بن الصلت قال سمعت أبا الحسن الرضا إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر سمعت أبا الحسن الرضا يقول وسئل عن القائم فقال لا يرى جسمه ولا يسم اسمه الحديث الرابع وهو صريح جدا بسند الكليني عن ابن رئاب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر الكلام واضح وصريح صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر هناك نهي شديد واضح النصوص التي وردت عنه وذكرت اسمه الشريف إننا نقرأها مثل ما وردت من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقول القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسر وما أعلن فما جاءنا من نصوص تصرح باسمه الشريف نقرأها مثل ما هي في الزيارات في الأدعية في الرواية لكن حينما نتحدث عنه نتحدث عنه مثل ما يقول إمامنا الهادي داود بن القاسم سأل الإمام الهادي فكيف نذكره فقال قول الحجة من آل محمد نذكره بأوصافه كلام إمامنا الصادق خطير جدا وواضح جدا صاحب هذا الأمر يشير إلى إمام زماننا لا يسميه باسمه إلا كافر هذا ما جاء في الكافر الشريف كمال كمال الدين وإتمام النعمة أو تمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحاء الثقافية في الباب السابع والثلاثين الحديث الأول هذا حديث مهم بسنده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسن قال دخلت على سيدي علي بن محمد عليه السلام يشير إلى الإمام الهادي فعبد العظيم الحسن كان من خواص إمامنا الهادي إنه السيد الجليل المتفون في مدينة الراي في طهران عبد العظيم ابن عبد الله الحسن يقول دخلت على سيدي علي بن محمد إنه إمامنا الهادي صلوات الله عليه فلما بصر بي قال لي مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقا قال فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل ثم يعرض دينه عقيدته الرواية رواية طويلة يعدد الأئمة إلى أن يصل إلى الإمام الهادي حيث يقول له ثم أنت يا مولاي فقال إمامنا الهادي ومن بعد الحسن ابني فكيف للناس بالخلف من بعده قال فقلت وكيف ذاك يا مولاي قال لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرجه فيملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما هذا الحكم سار إلى يوم الخلاص إلى وقت الظهور الشريف لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرجه فيملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما في الكتاب نفسه في التوقيعات عن إمام زماننا في الصفحة الخامسة بعد المئتين إنه الباب الخامس والأربعون ذكر التوقيعات الواردة عن القائم عليه السلام في توقيعات الإمام ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس من سماني باسم الصريح هذا هو المران ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس توقيع آخر في الصفحة السادسة بعد المئتين من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله من سماني الإمام هو الذي يقول من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله هذا المضمون واضح وواضح جدا وأنا ما قرأت كل النصوص إنما جئت بأمثلة منها النصوص وفيرة في هذا الموضوع خلاصة الكلام ما جاء من زيارة أو دعاء أو صلوات أو روايات فيها تصريح باسم الإمام فإننا نصرح باسمه الشريف ولا حاجة إلى أن نقطع الاسم ميم حاء ميم دال كما يفعلون في الكتب الشيعية لا حاجة إلى تقطيع الاسم الشريف لأنه قد ورد من قبلهم في زياراتهم في أدعيتهم في رواياتهم وأحاديثهم حينما يذكرون لنا أسماء الأئمة الاثني عشر هناك من الأحاديث التي تصرح باسمه الشريف التحريم مستمر إلى يوم الخلاص حينما نتحدث بألسنتنا بأحاديثنا ما هي الحكمة نحن مسلمون نحن مسلمون لا نحتاج إلى أن نتحدث عن الحكمة نحن مسلمون نحن شيعته نحن عبيده نحن جنود الجنود في القوة العسكرية يستلمون الأوامر من دون نقاش نحن مسلمون نحن جنود نحن مأمورون هذه أوامرهم وما جاء عنهم فكل الخير فيما جاء عنهم ولكن ني مع ذلك أقول في زمان الغيبة الأولى في الغيبة القصيرة في الغيبة الصغرى كما هو معروف أن يقال عنها في الثقافة الشيعية في الغيبة الصغرى الأمور الأمنية كانت حريجة جدا لابد أن نعرف من أن العباسيين بعدما قتلوا الإمام الحسن العسكري وهاجموا بيت الإمام واعتقلوا نساء بيت الإمام الحكاية المفصلة بحثوا عن الإمام الحجة كثيرا إلى أن أصابهم اليأس فأصدروا قرارهم الرسمي بأن الحسن العسكرية قد مات ولم يخلف ولدا ولذا قسموا ميراثه أصابه فصار هذا هو الذي تريد الحكومة العباسية أن يكون شائعا ومعروفا بين الناس مع أنهم يعلمون أن الإمام الحجة موجود وقد شاهدوه بأم أعينهم حينما صلى على أبيه العسكري ودخل إلى الدار أمام أعينهم وهاجموا دار الإمام العسكري أكثر من مرة وكانت الدار خالية لكنهم شاهدوا الإمام هناك وما استطاعوا أن يفعلوا شيئا للإمام ما استطاعوا أن يؤذوه وما استطاعوا أن يصلوا إليه كانوا على علم تام وكامل من أن الإمام المهدي موجود لكنهم أرادوا أن يشاع بين الناس اللا وجود له فإذا ما تكلم شيعي باسمه وتحدث عن سيلقى القبض عليه والمشكلة ليست في إلقاء القبض عليه لأن التحقيق سيقود بعد ذلك إلى نواب الإمام إلى وكلاء الإمام القضية قضية أمنية صرفة في زمان الغيبة الأولى أنا لا أجعل الحكمة محصورة بهذه الجهة لكن القضية الأمنية الصرفة كانت موجودة وحاضرة للمحافظة على المنظومة المهدوية من وكلاء الإمام وأعوان الإمام والمقربين من الإمام لا بد من أن يظهر الذين يقولون إننا شيعة لمحمد وآل محمد أن يظهروا أنهم مع الحكومة العباسية ويقولون بما تقوله الحكومة العباسية في زمان الغيبة الثانية في زمان الغيبة الطويلة والتي تعرف في الأوساط الشيعية بالغيبة الكبرى في الزمان الذي نحن فيه حيث ابتدأت منذ سنة 329 للهجرة وإلى يومنا هذا في زمان هذه الغيبة ذكر الاسم محرم أيضا كما قلت نحن مسلمون في أصل ديننا وفي فروع ديننا نحن مسلمون لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه ولكن هذا نحن نحن من التربية للمحافظة على الأسرار هناك أسرار ترتبط بإمام زماننا وشؤونه وهناك من شيعته من يكون موفقا للإطلاع على بعض هذه الأسرار والتي لا يجوز له أن يتحدث عنها هذه تربية تربية موضوع الغيبة في كل تفاصيله موضوع سري وحينما يسألون أئمتنا عن الحكمة من غيبة إمام زماننا يبينون جوانب من الحكمة وبعد ذلك يقولون لنا من أن الحكمة الكاملة لغيبة إمام زماننا ستتبين لكم بعد ظهوره الشريف والأمر هو هو في قضية عدم ذكر الاسم فما تحدثت عن يمثل جانبا من حكمة الموضوع الحكمة الكاملة ستتضح لنا بعد ظهور إمام زماننا الغيبة وشؤونها أسرار وأسرار نحن لا نعرف إلا شيئا يسيرا منها حقائق الأمور ستظهر مع إمام زماننا حين ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فصل السؤال الثالث من الرسالة نفسها وهو السؤال الأخير ذكر السائل رواية عن أمير المؤمنين من أن قوما قدموا على رسول الله سأقرأ الرواية من مصدرها إلى أن تقول الرواية من أن النبي أمرهم أن يشرب من الباني الإبل وأبوالها يتداون بها السائل يسأل عن مدى صحة الرواية وهل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يشرب من بول الإبل فقد وافقنا بذلك النواصب وما علاقتنا بالنواصب أنا لا أدري الشيعة يضعون قواعد من جيوبهم الخاصة ما علاقتنا بالنواصب نحن نأخذ ديننا أتحدث عن دين العترة لا عن دين الطوسيين لا عن دين مراجع النجف وكربلاء إنني أبرأ من دينهم لا علاقة لي بدينهم أتحدث عن دين العترة الطاهرة نأخذ دين العترة الطاهرة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ونكفر بما وراء ذلك ولا نبالي هل كان الذي نأخذه من مصادر دينهم النواصب النواصب يوافقونه يخالفونه لا جعنا لنا بالنواصب إن كانوا من نواصب سقيفة بني ساعد أو كانوا من نواصب سقيفة بني طوسي ديننا نأخذه من القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيم علي وآل علي فما عندنا من ديننا أكان النواصب يوافقوننا أكان النواصب يخالفوننا لا شأن لنا بهم إذا كنا نعرف أن هذا هو ديننا هذه قضية أن الصواب في خلافهم هذا أمر له مساحة معينة له حالات مميزة مشخصة نعمل بهذه القاعدة في أجواء تلك الحالات نحن لا نبني ديننا على أننا نوافق النواصب أو نخالف النواصب ما علاقتنا به الدين يأخذ من مصادره الصحيحة أكان النواصب يوافقوننا أم كان النواصب يخالفوننا هذه القضية تكشف عن جهل عميق في الثقافة الشيعية لأن هذا لأن هذا الأمر يتكرر دائما أنا لا أتحدث عن السائل فقط هذا الأمر يتكرر دائما أنا لا أقول لأن لأن الأصل عندنا الدين هو دين محمد ما هو بدين الصحابة الدين دين محمد ودين محمد هو دين عطرته فإذا كان النواصب يوافقوننا فنحن الآصل محمد هو الآصل لا شأن لنا بالنواصب هل أنهم يتفقون معنا أم يختلفون معنا الرواية هذه موجودة في كتبنا وفي كتب السنة أيضا مع شيء من الاختلاف البسيط وإلا فالرواية موجودة في كتبنا وموجودة في كتبهم أيضا ولا يوجد شيء يجعلنا نشكك في هذه الرواية هذه الرواية المنقولة عن أمير المؤمنين جاءت في كتاب دعائم الإسلام وهو ليس من كتبنا هو من كتب الإسماعيليين لكن الكتاب يجتمل على الكثير من روايات أئمتنا الصحيحة دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعمان الإسماعيلي وليس لأبي حنيفة النعمان ابن ثابت إمام الأحناف هذا أبو حنيفة النعمان المغربي الإسماعيلي المصري من أئمة الإسماعيليين ومن علماء الدولة الفاطمية في مصر التي تعرف بهذا الإسم دعائم الإسلام وهذا هو المجلد الثاني هذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان صفحة 476 رقم الحديث 1711 عن إمامنا الصادقي عن آبائه أن علي قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم من بني ضبه قبيلة من قبائل العرب قدم على رسول الله قوم من بني ضبه مرضى فقال لهم رسول الله أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية فاستوخموا المدينة استوخموا المدينة لم يكن جو المدينة مناسبا لهم فزاد مرضهم فاستوخموا المدينة فأخرجهم إلى إبل الصدقة إلى خارج المدينة إلى الصحراء فأخرجهم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداون بها إلى آخر الرواية الرواية فيها تفصيل وهؤلاء بعد ذلك غدروا برسول الله وسرقوا الجمال ولحقهم أمير المؤمنين وأرجعهم إلى رسول الله الحكاية فيها تفصيل السائل لا يسأل عن تفاصيل الواقعة إنما يسأل عن قضية شربهم لأبوال الإبل ومن أن النبي هو الذي قد وجههم إلى هذا الأمر فأخرجهم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداون بها الرواية هي هي موجودة في الكافي وهذا هو الجزء السابع من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة السابعة والستين بعد المائتين إنه الحديث الأول من الباب الثامن والخمسين بعد المائة بسنده بسند الكلين عن أبي صالح عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وتأتي الرواية مذكورة فالرواية موجودة بالنص الذي ذكره السائل في رسالته في دعائم الإسلام في الجزء الثاني وتماثلها في الألفاظ والمضمون لكنها مروية بنحو مباشر عن إمامنا الصادق في دعائم الإسلام رواها الصادق عن أمير المؤمنين فالألفاظ ألفاظ أمير المؤمنين بينما في الكافي الألفاظ ألفاظ إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية لا مجال للتشكيك فيها وهي هي موجودة في كتب السنة مع اختلاف في بعض الألفاظ السؤال حول شرب أبوال الإبل هذا أمر كان معروفا عند العرب كانوا يتداون بأبوال الإبل النبي صلى الله عليه وآله إنما قال لهم أن يفعلوا ما كان معروفا في ذلك الزمان وكان الأمر مجربا الذين يصابون بمرض الربو الشديد كانوا يشربون أبوال الإبل ويتشافون من ذلك المرض هذا أمر كان معروفا النبي صلى الله عليه وآله لم يكن هو الذي قد شرع هذا الأمر إنما هو أمر معروف عند العرب كان الناس يتداون به ونساء البدو كنا ينقعنا شعورهن المراد من شعورهن ما على رؤوسهن من شعر ينقعن شعورهن بأبوال الإبل لأجل أن يكون الشعر ناعم الملمس ولأجل غزارة الشعر هذا شيء كان العرب يفعلونه وقد جربوه ووجدوا فائدة في ذلك ولابد أن نلاحظ أن أبوال الحيوانات المأكولة اللحم طاهرة هذه السوائل طاهرة بحكم الشرع ما هي بنجسة هناك معلومات تكون جاهزة كهذه المعلومة من أننا نوافق النواصف هذه معلومة جاهزة وهي معلومة خاطئة هناك شيء تتقزز منه النفوس في زماننا الأمزجة تختلف من زمان إلى زمان في الستينات من القرن العشرين من القرن الماضي في الستينات والسبعينات الشابات في مختلف دول العالم في مختلف دول العالم كنا ينقعنا شعورهن بالبيرة البول أطهر من البيرة بول البعير أطهر من البيرة ولم يعترض أحده وربما بعض النساء إلى الآن يعملن بهذا لأجل نعومة الشعر وغزارته لم يعترض أحده مرض السكر في زماننا مرض السكر من أكثر أمراض العالم انتشارا وهو على أنواع وبعض أنواعه وكثيرون مصابون بهذا النوع يحتاجون إلى دواء الأنسولين كي يحقنوا أنفسهم به يوميا البعض منهم يستعمل هذا الدواء يوميا وإلا سيموت مادة الأنسولين هذه من أين يأتون بها من الخنزير من الخنزير لماذا لا تعترضون على هذا مادة الأنسولين التي يحقن بها المصابون بمرض السكر ويحقنون أبدانهم بها يؤتى بها من الخنازير الآن مادة الأنسولين الموجودة في الصيدليات على ثلاثة أنواع كما هو معروف هناك أنسولين يؤتى به من الخنازير وهناك أنسولين يؤتى به من الأبقار والعجول وهناك أنسولين بدأوا يصنعونه في السنوات الأخيرة يصنعونه من طريق الجينات والبكترية لكن هناك مرضى لا ينتفعون بالأنسولين الذي يستخرج من الأبقار أو بالأنسولين المصنع لا ينفعهم إلا الأنسولين المستخرج من الخنازير يقولون من أن أشبه أنسولين بأنسولين الإنسان هو أنسولين الخنزير للطريفة ولمناسبة الذكر لما رسمت الرسوم المسيئة لرسول الله في الدنمارك في السنوات الماضية القريبة وأعلن رجال الدين خصوصا من السنة وهناك من الشيعة أيضا من وافقوهم أعلنوا مقاطعة البضائع الدنماركية الأجبان الأجبان الدنماركية سمعت مسؤولا دنماركيا يتحدث يقول المسلمون يريدون مقاطعة الأجبان الدنماركية نحن لا نصدر الأجبان الدنماركية إلى بلاد المسلمين نصدر شيئا قليلا أجباننا تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي لكننا نصدر لهم الأنسولين من خنازيرنا فهل يجرؤون على مقاطعة أنسولين خنازيرنا كلام وجيء لأنهم يصدرون الأنسولين الذي يصنع ويستخرج من الخنازير لماذا لا يعترض معترض على هذا أبوال البعير طاهرة أطهر من البيرة وأطهر من أنسولين الخنازير وإذا أردت أن أدخل في الأمثلة فهناك أمثلة كثيرة لماذا لا يعترض المعترضون على هذا النبي صلى الله عليه وآله أمرهم أن يفعلوا هذا مثل ما كان موجودا في ذلك الزمان هذا أمر كان معروفا في ذلك الزمان لو أن النبي في زماننا هذا وتتوفر الأدوية والعلاجات المتطورة المناسبة لأمراضهم لأمرهم بهذه الأدوية والعلاجات هذا هو الذي كان متوفرا في تلك الأيام وكان الناس يستعملونه بنحو عام ويجدون الفائدة والمنفعة فيه أما قضية أننا نوافق النواصب فهذا الكلام لا معنى له أصلا النواصب هم الذين يوافقون أو أنهم يخالفون أنا أعتقد أن صورة صارت واضحة وجلية وبينة نذهب إلى فاصل الرسالة من العراق وتحديدا من مدينة الديوانية من الأخ العزيز حسن الكناني تشتمل على أسئلة السؤال الأول بخصوص التقويم الهجري فيما بين ثقافة العترة والثقافة المتعارفة بين الناس ومد ارتباطها بوقوع الأحداث أو تشخيصها أهمها علامات الظهور بمعنى كيف نتبين علامات الظهور هل بحسب المتعارف عليه من أن السنة الهجرية تبدأ في بداية شهر محرام وهو محرف كما تعلمون من قبل عمر بن الخطاب باعتبار أن التاريخ الهجري الذي وضعه رسول الله يبدأ في الأول من ربيع الأول حيث وصل رسول الله إلى المدينة في أول يوم من شهر ربيع الأول عمر بن الخطاب هو الذي حرف التاريخ وهو محرف كما تعلمون من قبل عمر أم يكون بحسب ثقافة العترة يكون الحساب فيبدأ في شهر ربيع الأول وبذلك يكون مجرى الأحداث وفق هذا التقويم وبدايته كون الأحداث منها ما يقع بالسنة الزوجية قبل سنة الظهور التي هي فردية فمن هذا الجانب تكون مدخلية التقويم أصلا لماذا الآن نسير بحسب المحرف ولا نعتمد تقويم العترة الأمر الآخر هناك روايات تقول إنه بداية السنة في شهر رمضان وبالتحديد ليلة القدر فهل هي سنة تقديرية أي تقدر بها الأرزاق والأقدار وما شاكل وبماذا نرتب أثرا عليها وهل لها علاقة بالتقويم الهجري أي لا نعتمد عليها بالأحداث كعلامات الظهور أو حتى أوقات العبادات التي نشخصها وفق التقويم القمري بالنسبة لليلة القدر ومن أن السنة تبدأ من يوم القدر وليلة القدر تكون أول ليلة من ليالي السنة وتحسب السنة من يوم القدر إلى يوم القدر ومن ليلة القدر إلى ليلة القدر هذه السنة التقديرية التي تعتبر تأريخا لخارطة الخلق لقانون لقانون البداء للقوانين التي تحدثت عنها في الحلقات المتقدمة حينما أجبت على سؤال يرتبط بحقيقة خارطة الخلق فالسنة التي تبدأ بليلة القدر بيوم القدر وهو اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان في كل سنة هجرية قمرية هذا اليوم يوم يرتبط بتنظيم الزمان من جهة تكوينية من جهة تقديرية خلقية هذا تأريخ خارطة الخلق المتحرك لا علاقة له بتنظيم أوقات عباداتنا ولا علاقة له بتنظيم تقويمنا الهجري القمري هذه سنة تقديرية تكوينية لخارطة الخلق التي تحكمها القوانين الإلهية وعلى رأسها قانون البداء ومر الكلام بهذا الخصوص في الحلقات الماضية أما الحساب لماذا يكون حسابنا وفقا للتحريف الذي قام به عمار الأئمة سار على هذا ونحن اتبعناهم هذا هو الذي جرى صحيح أن الأئمة تبين لنا من أن التاريخ الهجري الصحيح لابد أن تبدأ السنة بشهر ربيع الأول لكن الواقع الذي فرض نفسه إنه الواقع السياسي والواقع الاجتماعي الذي تحرك متبعا ما قام به الحكام وأهل السياسة جعل الأئمة صلوات الله عليهم لأجل المواءمة والموافقة مع الواقع العملي أن بدأوا تقويمهم بشهر محرم أيضا وهذا واضح في الروايات والأحاديث فنحن نسير على التاريخ المحرف أئمتنا هكذا أرادوا منا مثلما أمرونا أن نقرأ القرآن بالقراءات التحريفية إنها قراءة القوم قراءة أصحاب سقيفة بني ساعد لكنهم أمرون أن نفسر القرآن بقراءاتهم فنحن نفسر القرآن بقراءتهم صلوات الله عليهم التي لا يعرفها مراجع النجف وكربل بل لو اطلعوا عليها لضعفوها لأنهم يضعفون الأحاديث التفسيرية وقراءة أهل البيت ذكرت في طوايا الأحاديث التفسيرية فمثلما أمرنا أئمتنا أن نقرأ القرآن تلاوة إلى وقت ظهور إمام زماننا بقراءة المصحف وقراءة المصحف هي قراءة تحريفية هذه القراءات التي يقال لها القراءة السبع هذه قراءات محرفة للقرآن قراءات تحريفية والقراءة المشهورة عندنا وهي قراءة حفص قراءة حفص عن عاصم يقولون من أنها عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كذابون وحفص هذا كذاب لكننا أمرنا من قبل أئمتنا أن نقرأ بالقراءة الموجودة في المصحف ونحن عندنا في المشرق العربي القراءة المشهورة هي قراءة حفص بينما في المغرب العربي قراءة ورش فنقرأ بقراءة حفص وهو قارئ كذاب وقراءته محرفة للقرآن وقراءة حفص هي من أكثر القراءات المخالفة لقراءة أهل البيت هذه حقائق هذه حقائق هذه حقائق وهكذا تجري الأمور فنحن نعمل بالتأريخ الهجري المحرف اتباعا لما أراده من أئمتنا صلوات الله عليه وعلى هذا فإننا نشخص وقت علامات الظهور بحسب هذا التأريخ الذي يعمل به الناس فتشخيص العلامات يكون بحسب التأريخ الذي يعمل به الناس والذي كان الأئمة يعملون به أيضا أعتقد أن السؤال صار واضحا لأننا إذا ما رجعنا إلى روايات وأحاديث الأئمة فإنهم يجعلون بداية السنة في شهر محرة مثلما صار التحريف العمري للتقويم الهجري السؤال الثاني وهناك سؤال آخر بمعزل عن الأول ولكنه يرتبط بنفس الموضوع إن كان هناك حيز للإجابة فياليت تبينون لنا موقفكم من الرؤية الشرعية فيما يرتبط ببداية الأشهر القمرية وتشخيصها وما هو موقفكم من الروايات المعصومية الواردة بخصوص معرفة بداية الأشهر ونهاياتها وهل نعتمد عليها إن تعذرت الرؤية ما بين قوسين أقصد رؤية الهلال بالعين المجرد ولماذا قناة القمر تخالف تلك الروايات منها ما يتعلق بالأشهر التامة والمنقوصة بحسب الأحاديث فهناك رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام فيها أن شهر ذي الحج شهر منقوص أي تسعة وعشرون يوم وأنتم فيما مضى من هذه السنة جعلتم الشهر ثلاثين يوما كذلك إن شهر محرم شهر تام ثلاثون يوما وأنتم جعلتم منه شهرا ناقصا فصار تسعة وعشرين يوما خلاصة الأمر هل الأصل بالرؤية هي بالعين المجردة وإن تعذرت الرؤية بسبب العوارض الطبيعية كالغيوم أو العواصف وغيرها هل نعتمد على القواعد المعصومية وهي كثيرة فيما يرتبط ببداية الأشهر وعددها وتشخيص الهلال بعد الحمرة المغربية هل هو ابن ليلة أو ابن ليلتين وأكثر بحسب مدة ظهوره وخفائه و و و إلى آخره هناك روايات وأحاديث عندنا ذكرت لنا علامات ذكرت لنا مشخصات وفقا لها نستطيع أن نشخص بدايات الشهور القمرية وهي روايات عديدة السائل يسأل لماذا نحن في قناة القمر لا نعمل بهذه الروايات نحن لا نعمل بهذه الروايات لا لأننا لا نعتقد بها هذه الروايات تقابلها روايات أخرى الروايات الأخرى وهي واضحة وواضحة جدا وكانت سيرة الأئمة العملية تجري بحسبها لا بحسب هذه الروايات التي التي تشخص عدد أيام الشهور القمرية أو أنها تشخص بدايات الأشهر القمرية الروايات هذه موجودة ووردت عن أئمتنا ونحن لا نشك فيها لكن الأئمة بحسب تتبع سيرتهم والروايات والأحاديث الواردة عنهم كانوا يعتمدون الرؤية بالعين المجرد وهذا واضح وصريح في رواياتهم وأحاديثهم أقرأ من مفاتيح الجنان وهو الكتاب المتوفر في بيوتكم دعاء الاستهلال وهذا الدعاء من أدعية إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو مذكور في الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده الإمام وهو يرى هلال الشهر هلال أي شهر وإن كان المحدث القمي ذكر الدعاء في هلال شهر رمضان ولكن الدعاء هذا يقرأ عند الاستهلال في كل شهر ليس خاصا بشهر رمضان فماذا يقول إمامنا السجاد في هذا الدعاء يخاطب الهلال يعني أنه يراه بعينه المجرد لا بد أن نعرف من أن الفلكيين يحددون بداية الشهر القمري من لحظة ولادة الهلال لحظة ولادة الهلال يمكن أن تشخص بالدقة لكن الهلال لا يرى إنما يرى بعد الولادة بمقدار من الوقت أحاديث العترة الطاهرة منعتنا أن نعمل بما يعمل به الفلكيون من تحديد الشهر القمري من خلال الولادة وإنما أمرون أن نحدد الشهر الشرعية من خلال الرؤية المباشرة وبالعين المجرد وهذه صورة واضحة الإمام السجاد يشاهد الهلال ويخاطبه أيها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في منازل التقدير المتصرف في فلك التدبير آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه كيف يكون علامة إذا لم يكن مرئيا للناس والناس في ذلك الوقت لا يملكون المناظير والتلسكوبات وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة وعلامة من علامات سلطانه فحد بك الزمان وامتهنك بالكمال والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع سبحانه سبحانه ما أعجب ما دبر من أمرك وألطف ما صنع في شأنك جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث يخاطب شيئا مرئيا محسوسا ويقول له جعلك مفتاح شهر حادث أي أن بداية الشهر تكون من الرؤية المباشرة وبالعين المجردة هذا شيء عملي إمامنا السجاد أمام الهلال ويقول ما يقول من كلام وهذا الكلام كتبه بخط يده في الصحيفة السجادية الكاملة جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث فأسأل الله ربي وربك وخالقي وخالقك ومقدري ومقدرك إنه يواجه شيئا حسيا فأسأل الله ربي وربك وخالقي وخالقك ومقدري ومقدرك ومصوري ومصورك أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلك هلال بركة لا تمحقها الأيام وطهارة لا تدنسها الآثام إنه يتحدث عن هلال عن هلال يراه بأم عينه وأن يجعلك هلال بركة لا تمحقها الأيام وطهارة لا تدنسها الآثام هلال أمن من الآفات وسلامة من السيئات هلال سعد لا نحس فيه ويمن لا نكد معه ويسر لا يمازجه عسر وخير لا يشوبه شر هلال أمن وإيمان ونعمة وإحسان وسلامة وإسلام اللهم صلي على محمد وآله واجعلنا من أرض من طلع عليه فإن الهلال طالع اللهم صلي على محمد وآل محمد واجعلنا من أرض من طلع عليه وأزكى من نظر إليه وأسعد من تعبد لك فيه أن جعله وسيلة لمعرفة الأوقات إلى بقية كلمات الدعاء كل حرف في هذا الدعاء الشريف يشير إلى أن الإمام السجاد كان ينظر إلى الهلال بنحو مباشر وبعينه المجردة وجعله مفتاح شهر حادث لأمر حادث الكلام الكلام واضح هذه سيرة أئمتنا وإمامنا السجاد حينما نظم الصحيفة السجادية الكاملة أرادها لمجتمع شيعي أن يعملوا بها وهذا الدعاء موجود في الصحيفة السجادية الكاملة فهل كان الإمام يعمل بتلك القواعد التي ذكرت في رواياتهم الإمام لا يعمل بتلك القواعد وهكذا سائر أئمتنا القرائن الموجودة لدينا كانوا يعملون وفقا لهذا النظام الذي يتحدث هذا الدعاء عن إذا ما قرأنا في دعاء السماء وهو دعاء مهم من أدعية يوم الجمعة فماذا نقرأ في هذا الدعاء وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزول وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلم وجعلتها ليلة وجعلت الليلة سكن وخلقت بها النور وجعلته نهار وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومسابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة هناك رؤية مباشرة بالعين المجردة وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة حتى في زماننا الناس الناس لا يملكون بأجمعهم النواظير والتلسكوبات هناك جهات معينة تمتلك النواظير والتلسكوبات وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة هذه الكلمة تشير إلى وحدة الأفق وهناك سؤال عن هذا الموضوع إذا ما رأى أحد الهلالة في أي بقعة من الأرض فإن الشهر قد ابتدأ ولكن علينا أن نتأكد من ذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر هي ليلة واحدة فلابد أن بداية الشهر واحدة ولابد أن نهاية الشهر واحدة هذه الليلة الأهم في شهر رمضان وهي بداية السنة التقديرية فكيف تبدأ السنة التقديرية الخلقية التكوينية بنحو مضطرب ومختلف في كل بقعة من بقاع الأرض إذا ما رؤي الهلال في مكان من الأرض وثبت هذا الأمر فإن الشهر قد ابتدأ في الأرض كلها إنا أنزلناه في ليلة القدر هي ليلة واحدة في شهر واحد فلابد أن تكون البداية واحدة في العالم كله في الأرض كلها النصوص القرآنية والأحاديث المعصومية كلها تؤيد هذا المطلب أنا لا أريد أن أتوسع في هذا المطلب لكنني على سبيل المثال أقرأ بعضا من كلماتهم الشريفة مما جاء في الجزء السابع من وسائل الشيعة للحر العاملي وهذه طبعة المكتبة الإسلامية إنها الطبعة المشورة القديمة طبعة المكتبة الإسلامية أقول القديمة نسبيا بالقياس إلى المطبوعات الأخرى المكتبة الإسلامية طهران إيران في الصفحة الثامنة بعد المائتين إنه الحديث الرابع بسنده بسند الحر العاملي عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته هذا هو الميزان صم لرؤية الهلال وما يجري من تقويم في شهر رمضان يجري في الأشهر الباقية صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأيان فاقضه فاقضه إذا كنت قد أفطرت اليوم الذي ما رأيت فيه الهلال ولكن بعد ذلك تحققت من أن شاهدين مرضيين عندك تثق بهما قد رأي الهلال في اليوم الذي أنت ما رأيت الهلال فيه فاقضي ذلك اليوم فما عليك من إثم إنك أفطرت في ذلك اليوم لأنك ما رأيت الهلال إذن الميزان الرؤية المباشرة وبالعين المجرد نحن ما عندنا في الروايات أن الإمام يقول لنا عليكم بالصيام وعليكم بالإفطار وفقا للحساب الفلاني الأئمة ذكروا لنا هذه الحسابات إذا لم نستطع بسبب الظروف السياسية الظروف الاجتماعية الظروف المحيطة بنا الظروف البيئية إنها ظروف تحيط بنا تحول فيما بيننا وبين أن نشخص بداية الشهر حينئذ نلجأ إلى هذه القواعد مع أن القواعد هذه قد تختلف إذا أردنا أن نطبقها جميعا تختلف من قاعدة إلى قاعدة لكنها تمثل حلا من الحلول أما سيرة الأئمة فهي هذه الحديث السادس بسنده بسند الحر العاملي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين إذا رأيتم الهلالة فأفطر أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين الحديث الحادي عشر من الباب نفسه بسنده بسند الحر العاملي عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه إذا رأيتم الهلالة فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا إذا رأيتم الهلالة إنه هلال شهر رمضان إذا رأيتم الهلالة فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا إنه هلال شهر شوال وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظر فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف وإذا كانت علة كالغيوم مثلا كالغبار الكثيف مثلا وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثي صفحة 211 إنه الحديث السادس عشر بسنده بسند الحر العاملي عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا تصم إلا للرؤية لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهد عدل هذا المعنى واضح وواضح جدا في أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد يقول قائل من أن الأجهزة يمكن أن تشخص الهلال ويمكننا أن نرى الهلال عبر الأجهزة الموجود بين أيدينا من النصوص لا يساعد على ذلك يبدو أن وقت الأذان النجفي صار وشيكا نذهب إلى فاصل الأذان النجفي ونعود بعد ذلك حياكم الله قبل الفاصل وصل الحديث إلى استعمال الأجهزة في رؤية الهلال أو تشخيص موقعه استعمال الأجهزة لتشخيص موقع الهلال وبعد ذلك يرى الهلال بالعين المجردة هذا أمر لا إشكال فيه هذه مقدمات النتيجة النهائية ما هي أننا رأينا الهلال وشخصناه بالعين المجرد أما أن نرى الهلال بالأجهزة فقط دون أن يكون النظر بنحو مباشر وبالعين المجرد بحجة أن الأمر علمي وأننا وأننا نثق بالعلم في مجال الطب مثلاً في مجال الهندسة والعمران مثلاً فلماذا لا نثق به في مجال الفلك هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء حتى إذا أردنا أن ننظر إلى زمان أئمتنا فإن أئمتنا كانوا يأخذون بقول الطبيب النصراني وبقول الطبيب الهندي على ديانته الهندية على اختلاف الديانات يأخذون بقول الطبيب اليهودي لكنهم في الوقت نفسه لا يأخذون بقول الفلكي المسلم المسألة لا علاقة لها بموضوع علمي أو أننا نثق بهذه الجهة أو لا نثق بتلك الجهة الفلكيون والأجهزة الفلكية تحدد بحسب علم الفلك أما في الشرع هناك تحديد شرعي نحن لا علاقة لنا بالأجهزة الفلكية وبما يحدده الفلكيون فهناك نهي واضح في الروايات عن أن نعتمد على ما يقولون وإنما يكون التحديد تحديدا شرعيا هذا البحث الذي قد يطرح في الدراسات الحوزوية من أن الرؤية بالعين أخذت بعنوان الطريقية بعنوان الموضوعية هذا الكلام لا قيمة له الشيء الواضح والبين والصريح من أن الأئمة كانوا بأنفسهم يراقبون الهلال مراقبة مباشرة وبالعين المجرد وضربت لكم مثالا عن إمامنا السجاد وكانوا يوجهون أشياعهم أن يصوموا للرؤية وأن يفطروا للرؤية وهذا واضح أيضا في رواياتهم وأحاديثهم وما فرعوا من أحكام الصوم فيما وردنا عنهم فرعوا أحكام الصوم على رؤية الهلال في بداية الصوم وفي نهايته ولم يفرع على تلك القواعد أنا لا أقول من أن القواعد تلك ليست صحيحة وإنما وضعها الأئمة حلولا استثنائية للحالات الاستثنائية الشيء الواضح والصريح فإن حساب الشهور القمرية يكون مبنيا على الرؤية المباشرة الحسية وبالعين المجردة للهلال وأعتقد أن الذي ذكرته لكم فيه كفاية وهناك كثير غيره إلى هذه اللحظة إلى هذه اللحظة لا توجد جهة علمية في العالم تستطيع أن تعطينا التواريخ والتوقيتات الدقيقة لرؤية الهلال في بداية الشهر إلى هذه اللحظة وإذا كان هناك من قائل يقول بخلاف هذا فليرشدنا أي توجهة حتى 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 وكالة ناس الفضائية لم تعطي توقيت دقيقا لرؤية الهلال في بداية الشهر لا توجد إلى هذه اللحظة جهة تعطي توقيتا دقيقا لرؤية الهلال هناك حسابات احتمالية تصيب في بعض الأحيان وتخطئ في أحيان أخرى الفلكيون الفلكيون يستطيعون أن يحددوا وقت ولادة الهلال بالدقة المتناهية هذا يستطيعونه ولكن لا نستطيع رؤيته في وقت الولادة وإنما يبدأ الشهر الفلكي من ولادة الهلال يستطيعون أن يحددوا الأشهر الفلكية القمرية بالدقة بحسب رؤيتهم من أن الشهر القمرية يبدأ من لحظة ولادة الهلال في ديننا فإن الشهر يبدأ عندنا من لحظة رؤية الهلال وأن تكون الرؤية حسية مباشرة وبالعين المجرد كل النصوص التي مرت علينا تشير إلى هذه الحقيقة هذا هو السبب الذي يجعلنا في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام في قناة القمر الفضائية نتبنى مسألة الرؤية لأن هذا هو الواضح والظاهر والبين في سيرة الأئمة وفيما يريدونه من شيعتهم نذهب إلى فاصل الرسالة من الأخت الفاضلة التي عنونت نفسها بالعلوية المصرية من مصر سؤالها ما العلاقة بين عالم الذر والدنيا وعالم وعالم البرزخ ما الرابط بينهم أي عالم من هؤلاء هو الذي يؤثر على البقية ولو كانت الدنيا ولو كانت الدنيا هي مرآة عالم الذر بمعنى أنه ما حدث في عالم الذر سوف يحدث في الدنيا إذن ما الفائدة من الدنيا بناء على الآية الكريمة وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل طبقا لتفسير الإمام الصادق عليه السلام إن التكذيب حدث في عالم الذر نرجو توضيح الرابطة بين العوالم الثلاثة وهل هي حياة واحدة للفرد أم حيوات متعددة في دين العترة الطاهرة في فكر العترة الطاهرة الحياة واحدة فليس هناك من حيوات متعددة لكن الحياة الواحدة هذه تظهر في عدة مراحل السؤال عن عالم الذر وعالم الدنيا وعالم البرزخ وهذه العوالم مترابطة السائلة تسأل تقول إذا كانت الدنيا مرآة لعالم الذر وما جرى في عالم الذر سيتحقق في الدنيا إذن ما الفائدة من الدنيا ما الفائدة من هذا العالم هذا السؤال يكون حقيقيا وصحيحا إذا لم يستطع الإنسان أن يغير مصيره في الدنيا ولكن بإمكان الإنسان أن يغير مصيره صحيح أن الأمر عسير لكن الإمكان موجود الآية التي أشارت إليها السائلة الكريمة هي الآية الحادية بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل الذي جاء في الرسالة وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل والنص الصحيح هو هذا الذي أقرأه عليكم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين بحسب أحاديثنا في الكاف الشريف في تفسير القمي وغيرهما فإن الآية تتحدث عن تكذيب هؤلاء لدين الله للرسل والأنبياء حينما كانوا في عالم الذار تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا هنا في الدنيا بما كذبوا من قبل في عالم الذار كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين هذه الحالة تتحقق في الدنيا ولكن هناك إمكانية لأن يتغير الإنسان ابن الزنا ابن الزنا بسبب موقفه السيء من محمد وآل محمد في عالم الذار فإنه يأتي من هذه العلاقة الجنسية السيئة لكن المجال مفتوح له في عالم الدنيا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الثامن وطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثانية والتسعين بعد المئة إنه الحديث الثاني والعشرون بعد الثلاثمئة بسنده عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن ولد الزنا يستعمل يستعمل يجري عليه ما يجري على سائر الناس إن عمل خيرا جزي به وإن عمل شرا جزي به فهناك مساحة للتغيير التغيير موجود في عالم الذر الذين يكون موقفهم سيئا في عالم الذر البعض منهم يطلبون الإقالة أن يقيلهم الله الله يقيلهم يعطيهم المجال يعطيهم المجال مرة أخرى في عالم الذر ينجحون يفشلون هذا أمر راجع إليهم تلك مشكلتهم ولكن الإقالة في الروايات هذا الإقالة تتحقق لهم في عالم الذر يشخصون في عالم الذر من أنهم من أهل الشمال شماليون هؤلاء من أهل الشمال ما هم من أهل الميمنة هؤلاء من أهل المشأمة من أهل الشمال ومع ذلك يطلبون من الله إقالتهم أن يفسح لهم المجال أن يصحح مسارهم ويفسح لهم المجال فيقيلهم الله فالإقالة موجودة في عالم الذر وكذا في الدنيا المجال مفتوح والمثال واضح في ابن الزنا فإنه يستعمل فإن عمل خيرا جزي به وإن عمل شرا جزي به وابن الزنا كان موقفه سيئا في عالم الذار ولذا جاء من هذا الطريق ومع ذلك فهو يستعمل في هذا العالم وفي عالم البرزخ أيضا هناك تغير وتبدل إننا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الدعاء مروي عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك متى يكون لقاؤنا بالله حينما ندخل الجنة تلك هي لحظة اللقاء بالله قبل دخول الجنة فليس هناك من لقاء بالله اللقاء الحقيقي بالله حينما ندخل الجنة اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك ألا يكون إيماني إيمانا موقتا حتى ألتقيك حتى أدخل الجنة اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه أن يبقى الإيمان معي طيلة حياتي حتى أموت وتوفني إذا توفيتني عليه وأمتني على هذا الإيمان لأن الإنسان يمكن أن يخسر إيمانه وهو على قيد الحياة ويمكن أن يخسر إيمانه في لحظة الوفاة وابعثني إذا بعثتني عليه يمكن أن يخسر إيمانه حتى بعد الموت في عالم البرزخ فعالم البرزخ عالم وسيع فسيح البرزخ التغير موجود التغير موجود ومثل ما هناك تغير بالاتجاه الأسوأ هناك تغير بالاتجاه الأحسن هذه رحمة الله التي تتجلى في رحمة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم القانون الأعلى وذل كل شيء لكم هذا في عالم الذار في عالم الدنيا وفي عالم البرزخ فحالة التبدل والتغير موجودة في عالم الذار موجودة في عالم الدنيا موجودة في عالم البرزخ بل إلى لحظة لقاء الله التغير يبقى موجودا حتى بعد انتهاء عالم البرزخ وابتداء عالم القيامة الكبرى التغير يمكن أن يحصل هناك وابعثني إذا بعثتني عليه هذه الكلمة كلمة أساسية في ثقافة العترة اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني إذا بعثتني عليه وهذا هو منطق القرآن هذا الموضوع تحدثت عنه يمكنكم أن تعود إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع هذا الموضوع قرآني في آيات القرآن ولكن بحسب تفسير العترة الطاهرة لا بحسب تفسير سقيفة بن ساعدة ولا بحسب تفسير سقيفة بن طوسي هذا موضوع قرآني آيات القرآن واضحة في بيان هذه الحقيقة البيان كان موجزا أتمنى أن يكون الجواب نافعا ومفيدا وتحياتي للأخت الفاضلة من مصر التي عنونت نفسها بالعلوية المصرية نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته وعن فائد الحناق قال قلت لأب الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه إنهم يأتون قبر الحسين بالنوائح والطعام قال قد سمعت قال فقال يا فائد من أتى قبر الحسين بن علي عارفا بحقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخى وعن محمد ابن أبي جرير القمي قال سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول لأبي من زار الحسين بن علي عارفا بحقه كان من محدثي فوق عرشه ثم قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتد رسالة من العراق أيضا ومن الأخ العزيز الذي عنون نفسه موقعا إحسين الزهراء الرسالة طويلة السؤال عن المحسن ابن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعليه هل هو إمام من الأئمة وقت الحلقة انتهى سأجيب على هذا السؤال في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم